ينضم إلينا من بغداد أيضا عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور خالد عبدالإله مساء الخير من دكتور خالد عبدالإله الآن تتم عملية الاقتراع كما كنا نتابعها في البرلمان العراقي يا تورا هل تعتقد بأن الخلافات الكردية قد وضعت جانبا بشأن اختيار رئيس للجمهورية هل تعتقد بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أصبح أقل تصادما فيما يتعلق بالتوافق على اسم واحد بسم الله الرحمن الرحيم سأل خير لك فضيلة تحياتي لك والجميع المشاهدين في قناة سكينيزة عربية وشاكل لهذا السبافة بالتأكيد أن نتوقع اليوم الزيارة الذي قام به وفد إدارة الدولة برأس سيد الحلبوسي وأطراف من التحالف سواء كان السيد الفياض من أطار التنسيقي أو السيد الخنجر من تحالف السيادة وأيضا مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدد للأطار التنسيقي السيد محمد شيعة السوداني إلى البيل قبل أيام كانت هي التي وضعت المسار الواضح لإجراء هذه الانتخابات عندما حددها السيد الحلبوسي بفقرة واحدة لهذا اليوم وبعنى أن هناك اتفاق حول سحب مرشح أو مرشحي الحزب الديمقراطي الكردساني مع الوصول إلى مرشح توافقي وهذا ما دفع سيد بافل طلماني أمس إلى الحديث على دعوة القوى السياسية إلى الدفع بانتخاب مرشح الاتحاد الوطني الذي ما زال كان متمسكا والذي كان الاتفاق أن يتم أيضا سحب مرشح الاتحاد الوطني سيد برهم صالح والدفع مرشح عبداللطيف دكتور عبداللطيف رشيد كل المعطيات تشير بأن الخلافات الكردية الكردية ما زالت حاضرة ليس فقط في انتخابات رئيس مجلس النواف في هذه الجلسة وإنما حتى على مستوى قليم كردستان تم تأجيل الانتخابات برلمان كردستان لعام واحد وبالتأكيد هذا الأمر أن نتوقع قد يعني أن جلوس الأخوة الكردة يجب أن يكون جلوسا أساسيا مهمة جدا القضية الكردية على مستوى الإقليم والتفاهمات وتتعاطى مع أيضا ما يتعلق بالحكومة الاتحادية وطبيعة البرنامج الحكومي بمعنى أن هذا الأمر لا يعني بشكل أو بآخر نهاية الخلافات ولكن قد يعني أنها قد تكون هناك خلافات أخرى تتعلق بتقاسم السلطة في داخل الحكومة الاتحادية أو فيما يتعلق حتى بطبيعة إجراء الانتخابات أيضا في داخل الإقليم بالنسبة لبلمان إقليم كردستان الذي أيضا لم يصل كلا الحزبين إلى اتفاق فيما يتعلق بحساباته مع الحكومة الاتحادية كيف تقرأ أيضا دكتور خالد عبدالإله مشهد استهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ في ظل الاقتراع السري الذي بدأ قبل ساعات يعني بالتأكيد هذا مشهد مؤلم يتكرر دائما ندعو القوات العسكرية العراقية واللجزة الأمنية والاستخباراتية لوضع حد هذا الأمر وبالتأكيد هذا يعني أن على القوة السياسية التي هي اليوم مجتمعة في داخل بيت الشعب أن يكون واحد من الخطوات الأساسية في برنامجها الحكومي هو حصر السلاح بيد الدولة استلاد النصر المادة التاسعة من الدستور العراقي الدائم لعام 2005 هذه نقطة أساسية اليوم المنطقة الخضراء تمثل منطقة فيها سفارات وبعثات دبلوماسية ونحن نتطبط بعلاقات مع دول الجوال المحيط تقليمي والدولي الأزمة العالمية اليوم أزمة روسية الأكرانية نريد أن يكون هناك انتعاش الاقتصاد العراقي النفط العراقي والغاز العراقي الاستثمارات التهيئة لاستقرار سياسي قادم وبالتأكيد هذا الأمر الذي نتوقع قد يعقد المشهد السياسي العراقي قد يؤثر على الحكومة وطبيعة تشكيل الحكومة العراقية لذلك نتوقع ننتظر اليوم أيضا البيان خلية الإعلام الحربي التحقيقات مستمرة لأن هذا الأمر تكرر كثيرا لأسف شديد في أكثر من مرة ليس فقط في عملية انتظام جلسات مجلس النواب العراقي وإنما سابقا كان يحدث لذلك يجب أن يكون هناك حسم لهذا الموضوع مثلما كانت قواتنا العسكرية الأمنية البطلة التي كانت حريصة على تحرير الإنسان العراقي والأرض العراقية من براث التنظيم داعش الإرهابي اليوم هي أيضا معنية بكشف كل هذه الخيوط لأن مسألة إرباك الوضع السياسي وخلط الأوراق والاتهامات التي تتبادل ما بين القوات السياسية نتوقع هذا أمر مؤسف ينبغي أن يكون هناك وضع حد لهذا المسار لأن هذا المسار أيضا يتعلق بالسلم الاهلي والسلم المجتمعي وأمن المواطن العراقي بالدرجة الأولى رئاسة الجمهورية في العراق دكتور عبدالإله تعد منصب شرفي إلى حد كبير لماذا اختيار رئيس جديد الآن تراه بهذه الأهمية للعملية السياسية؟ نتوقع تقرير سيدة بلاس خارت في جلسة مجلس الأمن يوم 4 أكتوبر كان واضحا وكانت رسالة إلى جميع القوى السياسية العراقية والتي استدرت القوى السياسية العراقية إلى تقديم التنازلات والتخلي عن نغة العناد السياسية نتوقع هذه هي النقطة الأساسية المهمة جدا التي دفعت القوى السياسية إلى مضاج خياراتها وبدائلها والحديث عن ترك كل ما يتعلق بالمسارات الغير صحيحة والغير سليمة في عملية البناء في بناء دولة المؤسسات والقانون اختلفنا كثيرا عن مسمى الدولة هل هي دولة المواطنة دولة القانون دولة المؤسسات الدولة العصرية الدولة المقتدرة الكثير من المسميات يجب أن نتفق على مسمى واحد وبتأكيد أن نتوقع السيدة بلاس خارت عندما وضعت النقاط على الحروف وعندما أيضا سعدت في تقريب وجهات النظر وأيضا التنازل الكردي من قبل الحزب الديمقراطي وتشكل أيضا تحالف إدارة الدولة كل هذا يعني بأننا نسائرون نحو انتخاب رئيس الجمهورية وهذا ما حدث لكننا نتوقع المسار الثاني الذي يأتي بعد رئيس الجمهورية هو الكتلة النيابية الأكثر عددا الذي قدم اللطار التنسيقي اليوم طلبا إلى رئيس مجلس النواب العراقي وقدم مرشحه السيد السلداني وقد لا يتم هذا الأمر في طبيعة تشكيل الحكومة إلا بعد جولة الحوار الثالث خطوة اختيار رئيس جمهورية يسهل بشكل كبير برأيك الاتفاق على تعيين رئيس وزراء بالتأكيد المادة السادسة والسبعون تتحدث عن مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا واليوم نطال التنسيق قدم هذا الطلب لا أنا أتحدث سياسيا وليس قانونيا أتحدث سياسيا دكتور وليس قانونيا قانونيا معروف ولكن نحن نشهد انسداد منذ أكتوبر من العام الماضي بالتأكيد سياسيا مهم جدا نحن لا نتحدث عن منصف رئيس جمهورية منصف شرفي صحيح أنه يتحدث الدستور عن هذا الأمر ولكن مسألة تشريع القوانين أو الدفع بمشروعات القوانين هي تأتي أيضا من سلطتين السلطة التنفيذية بشقيها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوزراء وبالتأكيد لديه الكثير من المهام والاختصاصات لذلك كان هناك صراع حاضر بقوة ما بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي يتحدث بأن اليوم الناحية الانتخابية أو الاستحقاقات الانتخابية هي التي يجب أن تحسم هذا المنصب وليس الاتفاق الاستراتيجي الذي وقع في حد الرئيس العراقي المرحوم مام جلال طلباني بتقاسم للسلطة ما بين رئاسة تقليم كردستان وما بين رئاسة الجمهورية واتفاق القوى السياسي العراقي نتوقع اليوم هذا المنصب مهم جدا استناد النص المادة 67 دستور رئيس الجمهورية والحامل الدستور وبالتأكيد هناك نقطة مفصلية مهمة جدا بين رئيس الجمهورية عندما تكون هناك خلافات صراعة سياسية يلعب دور كبير جدا في عملية تقريب وجهات النظر وهذه هي نتوقع نقطة مفصلية مهمة جدا لاحظناها تكررت في عهد رئيس الراحل مام جلال طلباني صحيح أن هناك بعض الحسابات التي ذهبت باتجاه الدكتور برهام صالح فيما يتعلق من قبل حزب الديمقراطي الكردساني لكن يعد رئيس الجمهورية منصبا مهمة جدا لا نتحدث عن أنه شرفي بل أنه يلعب دورا كبيرا جدا حتى أن قانون الانتخابات المبكر 2021 جاء من رئاسة الجمهورية وليس من رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص أشكرك دكتور خالد عبدالإله عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية شكرا